اشتركوا في القناة والموارد المائية والزراعة هم أبرز المرشحين للتغيير أكدت المصادر أن وزير النقل على رأس القائمة خاصة بعد اكتشاف فضيحة إبرام عقد سكك الحديد مع الشركة التابعة لنور زهير بقيمة 18 مليار دولار فضلا على إخفاقات كثيرة مشخصة بشركة الموانئ وحتى ملف إدارة المطارات مصادر أخرى أكدت أن التعديل الوزاري قد يشمل خمسة حقائب ومرح يقتصر على ثلاث حقائب خلونا نرجع إلى الوراء حتى نعرف توقيقتات وسياق هذا التعديل الوزاري السوداني بنهاية 2022 أكد أنه سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها المقر في البرلمان وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين وأعطى وقتها مهلة ستة شهر أما المديرين العامين فمنحهم ثلاث أشهر فقط وشكل لجنة وزارية وضعت استمارة للتقييم وفق أولويات البرنامج الحكومي أنهت اللجنة أعمالها بداية عام 2023 غير أنه ضغوطاً سياسية حالة دون إجراء هذا التعديل زين شنو الجديد بهذا الملف الحساس؟ الجديد أن السوداني رمى الكرة في ملعب الجهات اللي شنت حملة ممنهجة على الحكومة خلال الأيام الماضية واتهمتها بالتراجع عن تعهد تقييم أداء كبار المسؤولين شدد على أن التعديل الوزاري المبني على نتائج تقييم أداء الوزراء جاهز والحكومة تنتظر انتخاب رئيس لمجلس النواب من أجل إقرار التعديل بس هنا أكو سؤال مهم شنو علاقة التعديل الوزاري بانتخاب رئيس البرلمان في ظل وجود رئيس بالنيابة بصلاحيات كاملة صحيح أن المادة 78 من الدستور منحة رئيس مجلس الوزراء الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب لكن هناك توازنات وعرف سياسي حاكم فرئاسة المجلس منقوصة التوازن منذ أكثر من تسعة أشهر كون رئيس البرلمان من حصة المكون السني اتخاذ قرارات مصيرية يطلب اكتمال أركان رئاسة السلطة التشريعية هذا من جهة من جهة أخرى السوداني أراد إحراج بعض القوى السياسية المعترضة بالكواليس على التعديل الوزاري ويصرح في الإعلام أن الحكومة غير ملتزمة بتعاهداتها حوار التاسع أبتدأ حياكم لا صوت يعلو فوق صوت العرف السياسي وإرادة الأحزاب فالدستور والقوانين يمكن تجاوزها غير أن عرف المحاصصة خط أحمر غير مسموح لأحد الاقتراب منه أكسر هذا العرف عن انهيار العملية السياسية هذه الفكرة سوقت بعناية على مدار عقدين لكي تحافظ الجهة الفاعلة على مكتسباتها بعض الأحزاب تنظر إلى الوزير أو النائب أو المدير العام بل وصل الأمر حتى إلى مدير الأقسام الشعب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات بأنه مشروع تجاري الغاية منهم هو الربح والخسارة غير مقبولة فالأحزاب تصف أموال طائلة على المرشحين وقت الانتخابات ويجب استرداد هذه الأموال والغاية تبرر الوسيلة هذه المعادلة تقف خلف تفشي الفساد والرشوة وسوء الإدارة في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وهذا يعود إلى أن معايير الوزراء وكبار المسؤولين مختلفة عن تلك التي نعرفها فالمعيار الأهم هو الولاء والطاعة للجهة السياسية التي جاءت به فهو ملزم أمامها ولا يستطيع أن يتمرد ولا يقول لا ورغم أن العلة مشخصة والعلاج متوفر ولكن لا أحد يستطيع اتخاذ الخطوة الأولى ومن يتجرأ ستقوم الدنيا ولم تقعد فالوزير حصة فلان والمدير العام حصة علان ورئيس الهيئة مقرب من فلان والمحافظ ابن علان وفي أحصان الأحوال فإن قرار تغيير المسؤول يتخذ من قبل الجهة السياسية صاحبة المنصب وهي من ترشح ولها الكلمة الفصل حياكم الله مشاهدين الكرام إلى حلقتنا لهذا اليوم ضيوف هذا الملف الدكتور خالد عبد الإله أستاذ العلوم السياسية حياك الله مرحبا بك دكتور خالد وإضاء معنا دكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مرحبا بك دكتور مناف وإضاء معنا دكتور عادل المانع الباحث في أشياء السياسية حياك الله مرحبا بك سيد عادل خلينا أبدأ معك من دكتور خالد عبد الإله أبدأ مع حضرتك وأسألك ليش بهذا التوقيت الحساس بعد كم من الخلافات والأزمات يطلع السيد السوداني بمؤتمر يذكر من خلال هذا المؤتمر موضوعة التعديل الوزاري كنا نعرف بأنه التعديل الوزاري تحديدا من أولويات حكومة السوداني طرحها في بداية توليه الحكومة نهاية عام 2022 بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك أستاذ علي ولضيفيك العزيزين الكريمين دكتور مناف والأخ أستاذ عادل المانع ولجميع مشاهدي قناة الفلوجة وشاكل لهذا اللي سضافها نتوقع عندما نتحدث عن البرنامج الحكومي السيد السوداني نتحدث عن المدد الزمني اللي هي ستة أشهر وثلاثة أشهر وصار هناك تقييم وفق هذا المستوى وقد تم عزل بعض الدرجات على مستوى وكلاء الوزارة وعلى مستوى المدراء العامون وصولا إلى ملف الوزراء اللي هي يعتبر أيضا من الملفات الشائكة لأن اليوم نتحدث عن حكومة اتلاف إدارة الدولة وحتى أمس السيد السوداني قال نحن متمسكون بالبرنامج الذي أطلقناه والذي اتفقنا عليه مع اتلاف إدارة الدولة صح هو من القوى الإطار التنسيقي ولكن هناك برنامج وبالتأكيد هنا نتحدث عن مستويات هذا التقييم لكن أنا باعتقاد الأزمة السياسية دكتور خليني بالتعبيل الوزاري لو سمح نتحدث هذا تقريبا صار سنتين ومشرفنا أي تعبيل بالتأكيد وهذا ما قصدته وهذا ما قصدته قلت منذ عام نهاية 2022 المفروض يستطيع التقييم بال2023 لكن تأجل التقييم بسبب أيضا قد يكون في جنبة سياسية باعتبار اتلاف إدارة الدولة أو عدم التوافق حول المستويات التي يمكن من خلالها أن تسهم في عملية التعديل الوزاري أو من اللجنة التي بس وضح لي الجنبة السياسية حكومة السيد السوداني حكومة متكونة من اتلاف إدارة الدولة من الإطار التنسيقي ومن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ومن جميع القوة حزب السيادة وحزب تقدم كل الأحزاب اللي انضوت في اتلاف إدارة الدولة شكلت هذه الحكومة فلابد أن يكون هناك نوع من الاتفاق والتوافق وملاقشة مثل هذه الأمور على الجنب السياسي على مستوى القيادات الصف الأول ومن ثم نصل إلى مسألة الموافقات التي يمكن من خلالها تفضي إلى مستوى التعديل وهذا حصلت الموافقات حتى يطرح السيد السوداني ملف التعديل؟ يعني هذه الموافقات اللي نتحدث عنها قد تكون هناك بعض المؤشرات اللي خرجت يعني منذ كثير من الخطابات اللي تحدث عنها السوداني كان هناك تحشية بعض الوزارات زيارة لبعض الوزارات علينا أن نتحدث بأن هناك زيارة إلى وزارة الزراعة زيارة إلى بعض المؤسسات زيارة إلى بعض الوزارات اللي هي وزارة العمال والإسكان على سبيل المثال هو يتابع يومياً مسألة الإعمار والبناء والبناء التحتية وأيضاً مشاريع اللي تتمسك أو يتمسك بها البرنامج المشكلة بوزارة النقل الموارد المائية والزراعة صحيح؟ لا أنا أقصد بشكل عام لا لا أصلك على التعديل اللي راح يشمل وزارة النقل على رأس القائمة بعدين وزارة الزراعة والموارد المائية التعديل الوزاري اللي نتحدث عنه هو يدخل أيضاً في اليوم أحداث الأزمة السياسية الأخيرة سيد السيداني يريد أن يقول بأنه يسعى للتغيير يسعى للنهوض بالبرنامج الذي اتفق عليه وهناك بعض الخلل اللي داي لحظة في إدارة بعض المؤسسات وبعض الوزارات على مستوى وزارة النقل كما تفضلتم أو على مستوى وزارة الزراعة والموارد المائية لأن اليوم نتحدث عن الجفاف ونتحدث عن تبطين القلمات ونتحدث عن الحصوص المائية مع تركيا والإنجازات والاتفاقيات التي يمكن من خلالها وزياد السوداني زار تركيا وزار إيران ولدينا أيضاً بعض الاتفاقي لكن مسألة التطبيقات الأساسية اللي يمكن من خلالها تتمر إلى أن يكون هناك معالجات ولا ننسى اليوم هناك هجرة عكسية من مناطق في الجنوب بالميسان على سبيل المثال الخفاض الهوار العراقية 90% فكل هذه الارتدادات سوف تكون ارتدادات على مجالس المحافظات وعلى المحافظات وبالتأكيد على الحكومة المركزية عملية الإسراء في عملية التغيير أيضاً مرتبطة بأن التأخر قد يكون هو بسبب ما نتج أيضاً عن عدم وجود رئيس بل أمان تدري نهاية نوفمبر من العام 2023 طيب قرار المحكمة الاتحادية مسألة السيد الحلبوسي قد يكون هذا الأمر هو الذي أخر كثيراً وتزامنا وصلت دكتور خليك ويانا خلي انتقل سيد عادل الماني نتحدد بشكل واضح في إطار هذا الأمر بأنه هذه خطوة أولى وقد تكون هناك خطوات مستقبلية أخرى دكتور سيد عادل الماني أحياء كلها مرحبا بك الإطار التنسيقي هل وافق على إجراء التعديلات الوزارية حتى هذه اللحظة؟ بدنا تحياتي لك أستاذ علي وللأخوين العزيزين دكتور خالد وسيد مناف ولمشاهدي قناة الفلوجة أينما كانوا أنا لدي قراءة خاصة إذا تعطيني المجال في أن أوضح هذا اللبس الحاصل نعم باختصار باختصار أولا من حيث الإجابة النهائية أنه لا تعديل وزاري قادم لأسباب عدة السبب الأول أنه سيد رئيس الوزراء في كلمته لما قالوا جنابك عرضت في المقدمة على أنه هو اشترط التعديل يعني التقييم الوزاري بالرئاسة الجديدة لمجلس النواب العراقي وليس برئاسته الحالية بقيادة السيد المندلاوي ولطالما أنه هناك اختلافاً في التوافق السياسي للذهاب إلى تسمية رئيس مجلس النواب تبقى العملية مرهونة ومشترطة في قضية الإتيان برئيس مجلس نواب جديد هذا واحد القضية الأخرى الكلمة المقتضبة اللي ألقاها لو نتمعن بها أنا الحقيقة اليوم عدتها ثلاث مرات يعني حتى أتبين في قضية التعديل الوزاري عدتها ثلاث مرات لقيته أنه السيد رئيس الوزراء أكد على مجموعة قضايا أكد على قضية أنه الأمن واستثباب الأمن وأثنى على الجهات الأمنية ومؤسسات الدولة الأمنية برمتها هذا يعني أن وزارتي الداخلية والدفاع إذا ما أردنا أن نمضي بقضية التعديل هي معفية من التعديل ذهب إلى قضية البطالة والرواتب الرعاية الاجتماعية أنا اختصر لك سار عادل أنا اختصر لك الموضوع ليش تقعد تتعيد وافحة وزير النقل والزراعة والموارد المائية يعني إذا كان حديث حقيقي يعني رغبة في قضية التعديل أولا دعني أقول وجارة النقل مثل ما تفضلت أنا أقول أيضا على رأيس القائمة وجارة النقل ولكن التعديل الذي تحدثنا به بعد حكومة السودانية بتقييم الوزراء والمدراء العامين اللي تحدث عنهم دكتور خالد ليش القضية مضت على المدراء العامين في مرتين التقييم الأول والتقييم الثاني ومنهم من أبعد من منصبة ومنهم من استلم يعني مهام جديدة ولم يؤتى على الوزراء سبب الضغوطات السياسية أستاذ عادل كلنا نعرف النقل تابع البدر نعم الزراعة تابع دولة القانون نعم والموارد المائية تابع التصميم أعتقد عمر الفائز الضغوطات السياسية لا يسمحوا لي عادل نتحدث عن تبعية الوزارات برمتها الحقيبة الوزارية كلها عائديات سياسية بما لا يقبل الشك نتحدث أيضا وزارة الموارد المائية لمن وزارة التربية لمن وزارة التجارة لمن هذا كلها واضح ولكن أقول أنه الضغوط الآن يعني عفوا الضغوط بالبداية اللي مورست على رئيس الوزراء أثنته من الذهاب عن التعديل الوزاري اليوم ما الذي جرى حتى يرجع رئيس مجلس النواب إلى حديث السابق في كلمة المختصة هو آني اللي أسألك وآني أردس ألك هذا السؤال شنو اللي صار وسألت الأستاذ حضرتك أول ما بديت أستاذ عادي أحسن مستهل كلامك سأجيب فندت أي نية لوجود تغيير أو تعديل وزاري شنو المعطيات الموجودة أمامك حتى حضرتك أنت تطلع بهذه النتيجة لا أستاذ علي أنا ما فندت النية أنا فندت المضي بالتعديل الوزاري الإمكانية المضي بالتعديل الوزاري مثل إيه إمكانية التعيوية مثل ما الكتل السياسية لن توافق على تعديل وزاري بعد أداء التقييم بعد ستة أشهر فبالتالي اليوم في خضم يعني ما يجري بالبلد من قضية التنصة والتجسس لجوحي وقضية النور زهير ومحاكمته والدفع بها تأجيلها إلى شهر 11 القادم لعدم حضوره وقضية الطالقاني وما شابه ذلك هذه كلها طبعا إحنا سلما نتابع القنوات الفضائية نعرف عائديةها لمن طب بعض القنوات شنف حملة على السيد السوداني بشكل غير ملفت حتيلي بصراحة وين تتوصل سابع عائد؟ أريد أقول أنه ازداد الصراع السياسي الحالي الآن فبالتالي يحول معائق يحول 16 مرة عائق دون الوصول إلى تعديل وزاري ولهذا السيد السوداني في كلمته بهذه الإشارة أراد أن يبعث برسالة إلى من شن هجوما عليه في الأسبوع الماضي بقضية التعديل وزاري على أن يكون ضاغطا عليه هذه الفكرة أما من حيث الأداء وقد نصل إلى تعديل وزاري أنا لا أعتقد ذلك للسببين لذكرتهم أولا لاشتراط رئيس مجلس الوزراء برئاسة مجلس نواب جديدة وهذا ما يفترض أنه لا يكون هذا الشرط يعني محسين مندلاوي الآن بكامل الصلاحيات بحكم المحكمة الاتحادية ولهذا أنا لا أتحدث عن النوايا هل تكون نوايا موجودة نعم وراسخة عند رئيس الوزراء ولكن الكتل السياسية إمكاني تطبيق هذه النوايا وصد ساد عادن إذا تسمح لي خلي انتقل دكتور منافل موسى ورحبك من جديد دكتور أول رئيس الوزراء بعد عام 2003 إجاء لحكم العراق أو لرئاسة وزراء العراق السيد السوداني هو من عمل على مبدأ التقييم ثم التعديل والمحاسبة هاي الخطوة شوني شوفها في ظل وجود ضغوطة سياسية إرادة سياسية تمنع حدود ذلك وإمكانية التعديل من عدمها أكيد تابعت كلام دكتور خالد وتابعت أيضا كلام أستاذ عادل أستاذ عالف البداني أحييك ويحيي صديقية دكتور خالد والأستاذ عادل مانع وجميع متابع مشاهدي خلاة تفلوجة يعني هو هم يطلع وراء خالد وعادل ما يبقى شي حتى بيه خلصون الحجة كلها نسك الختام وياك كلك خير وبركة سيد كلك خير وبركة الله يسلم يعني من نتيجة اليوم يعني حينما نتحدث عن حكومة محاصصة وما نتحدث به الزميلين حتى لا أكون مكرر لحديثهم أقول يعني مع بدء تشكيل حكومة السيد السوداني وأنا من المنتقدين لحكومة للمحاصصة ولتكرار عملية المحاصصة كان بعض الأخوان المدافعين عن الحكومة يعني الذين أو القريبين من الحكومة كان يتفاخر بأنه سوف يتم إجراء تعديل وزاري يعني بعد سبوع أو عشر تيام من تشكيل حكومة أنه سوف يكون بهذا الشكل اليوم قصار بعد تشكيل حكومة يعني من نتيجة السيد السوداني وافقه ما يتحملها السيد السوداني أن تكون حكومة ليش ما يتحملها ما يتحملها بسبب وجوده ووافق ووافق بالنتيجة دعا سمع علي أي إذن هو وافق إذا سمحت لأستاذ علي هو وافق على أن تكون حكومة حكومة محاصصة بمعنى أنه لم يقم باختيار الوزراء الذين تم تعينهم أحد الوزراء في يعني تعرفها تكررت المسألة بين فترة وفترة يتم ها راح يصير تعديل وزاري إيه بس هذا واقعنا يا دكتور وماكو رئيس وزراء يجاو اختار كابين تحسب ما هو يشوف ويريد وهي هذه المشكلة بنتيجة سنت تقول أول رئيس وزراء قام بالتقييم لا ما هو الرئيس وزراء اللي قام قبل حيدر العبادي حينما طلبت منه المرجعية الضرب من حديد أيضا قام بتقييم وتعديل وأخرج بعض الموظفين بالدرجات العليا وكلاء ودراء عابين وجسمه ورجعوا واشتكوا بالمحكمة التعادية ورجعوا بالرغم عنه هذه مسألة يعني بالنتيجة غير قابلة للتمثيل لأن أقول بما أنه أنت تضيت أن تكون الحكومة حكومة محاصصة بالنتيجة مو حسطك هذا الوزير مو صلاحيتك أنت تعرف أستاذ علي بعض الشخصيات السياسية وطلعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجيبها للوزير والمحافظة وحالفة على القرآن بالولاء إلى والحزبة مو للولاء للحكومة وللولاء الوطن والعمل للوطن بالتالي أنا كنت أتحدث عن فشل هذه الحكومة من بداياتها بسبب وجود المحاصصة لأن المحاصصة هي كانت السبب الرئيسي في الإدارة السيئة أو سوء الإدارة الذي تم من 2003 إلى اليوم المحاصصة كانت هي السبب في وجود أزمة الثقة ما بين اليوم الأغلبية الصامتة ما بين القواعد الشعبية وما بين الكتل الحزبية التي دائما تصر على الاستخدام المغنم والحديث عن الحصة الانتخابية بعيدا عن وجود آلية ديمقراطية حقيقية متمثلة ووجود معارضة ووجود موالات هذه الخطوات ليست مجرد كلام في الإعلام من قبل السوداني وحكومة السوداني هناك إجراءات حقيقية هناك تقييم حقيقي لعمل كل من هم في درجات خاصة قبل فترة حضرتك تعرف هناك أسماء دكتور خالد قليل أشار لها تم استبعادهم ويتسنمونهم من الدرجات الخاصة ويعتبرون من الدرجات الخاصة بالتالي أكون جدية بخصوص هذا الموضوع والسيد السوداني البارحة كلمته بهذا الوقت ذكروا أكد نؤكد على أهمية حسب ملف رئيس البرلمان حتى نمضي بالتعديل الوزاري يعني هو مو مجرد كلام يقال وهي أحد الإشكاليات أحد الإشكاليات التي أدخل السيد السوداني نفسه بها السيد السوداني اليوم يريد أن يكون طرفا أو أن يكون يعني فاعلا في عملية اختيار رئيس البرلمان وهذا ما من صلاحياته ولا من حقه بالنتيجة السيد السوداني لا يمتلك كتلة قوية نقصد يعني مرجعية السيد السوداني حزب الفراتين لا يمتلك وتعرف اليوم أن هناك خلافات وصانت إلى كسر العظم دكتور مو دفاعنا نحيد بساني تابعت الكلمة يعني بعد ما ذكر موضوع رئاسة البرلمان حتى هو ما يكون طرف رجع وذكر بأنه نقف على مسافة واحدة من جميع القوى الوطنية السياسية الموجودة بالعراق بالتالي هو دعا إلى حسم هذا الموضوع هو ما وقف ويا جهة على حساب جهة أخرى ما دعم مرشح على حساب مرشح آخر هو بعيد كل البعد كل هذه الفترة راحت عن هذا الموضوع وانت حضرتك تعرف التدخلات التي صارت من بعض القوى السياسية المتمثلة بالإطار التنسيقي يعني استاذ علي إذا تطيني نفس المساحة التي تتحدث بها حتى يكمل جون تكون من منك طبعا اتفضل أكيد مدد قاطع يعني ملازم تدخل وياك دكتور مدد قاطع أو ما يخالف يعني بعد أن نكمل يعني الفكرة حتى المواطن المستمع يعني يفهم ما نقصد بالنتيجة هو مو عن اللي تحدثت عن تدخل السيد رئيس الوزراء باختيار وهي أحد أهم أعمال شبكة التنصد هي محاولة الضغط أو خلق لوب برلماني داخل البرلمان وبالتالي الزحف يعني على السلطة التشريعية وبالتالي أعتقد كثير من البرلمانيين تحدثوا بهذا الموضوع قال أن هناك تدخل من رئيس الوزراء بالضغط على بعض البرلمانيين لاختيار شخصية معينة وهذه فيها إشكال باعتبار اليوم حسب العرف السياسي اللي أنا أرفضه وما أقبل بالنتيجة أنه رئاسة البرلمان إلى مكون معين وهذا بالتالي واضح بهذا الإشكال اليوم نقول أستاذ علي السيد السوداني تحدث بهذا الخطاب بعد حدوث أزمة حقيقية داخل إطار التنسيقية بعيدا عن الأزمات التي تحدثت عن إدارة الدولة وبالتالي اليوم كأنها هي عملية تهديد كما تحدث به الزملاء الآخرين على منتقدي أو على المطالبين بتقديم استقالته أو المطالبين بعدم تجديد ولايته أو عدم دخوله في الانتخابات القادمة وهذه كلهم هم شركاء حقيقيين في المشهد الشيعي داخل الإطار التنسيقي وبالتالي اليوم تتحدث لي تقول ممكن يصير إجراء اتخابات أنا أعتقد هذا عبارة عن بروبوغاندا الهدف منها هو الهروب إلى الأمام وحاولت تخفيف الضغط تعرف أنا تابعت اللقاء أو الكلمة الكلمة كأنما كانت تتحدث بأنه حتى وأن حدث خطأ المتمثل بشبكة التنصط فأني عندي إنجازات وحاول حارب الفساد وبالتالي كأنما اسكتوا عن هذه الإشكالية الخطيرة المهمة التي تمس الأمن الوطني والتي بالنتيجة اتخذت أبعادا دولية وليست أبعاد محلية وتعرف نارك الكثير من المقالات التي كتبت ومن الانتقادات من قبل جهات دولية بالنتيجة محاولة الحديث اليوم عن إجراء ثلاث انتقابات هي لمحاولة المساومة أو تخفيف الضغط لعملية طمطمة أو أرد أنتقلب هذه النقطة تحديدا لدكتور خالد دكتور يعني لا تعديل حقيقي للكابينة الوزارية من قبل السيد السوداني إنما جرى وحتى تزامن طرح موضوع التعديل الوزاري إجاء مع خلافات قوية كل شي يشهد السيد السوداني مع الإطار التنسيقي هو بشكل أو بآخر ضغط حكومي على الإطار التنسيقي من أجل تسوية ما مثل ما ذكره والضيوف بفضل دكتور يعني أول شي للسيد السوداني أن يتجه باتجاه هذا التعديل أن يدفع به هذا التعديل إلى مجلس النواب العراقي إلى السلطة التشريعية العراقية مسألة الحديث عن رئيس مجلس النواب وانتخابه صح هو يتحدث عن الوقف مسافة واحدة من جميع القوى السياسية لكن عدم إرسال الأسماء أو إرسال الملفات هذا يدخل في إطار أيضا قوى سياسية أخرى تجد منها بأنه يجب أن يكون هناك أيضا تفاهمات أو حوارات أو قد تكون هذا الأمر خارط الطريق لتحالفات جديدة لا ننسى بأن اليوم نحن قريبون على مسألة انتخابات عشرين وخمسة وعشرين مسألة الحديث عن تعديل قانون الانتخابات وهناك أيضا ضواغط مقبل بعض القوى السياسية بداخل الإطار التنسيقي للحديث عن تعديل قانون الانتخابات وأيضا ما يتعلق بطبيعة التحالفات التي يمكن من خلال أن نتحدث عن مرحلة جديدة من التحالفات قد تفضي إلى تشكيل واقع سياسي لكنه لا يختلف كثيرا كل الواقع السياسي علينا أن نقر كل الواقع السياسي بعد ألفين وثلاثة وحتى بعد انتخابات أكتوبر عشرين وواد وعشرين لا يستطيع أن يترك ما يسمى بالبيوتات الشيعية والسنية والكردية شيئنا ما بين الدكتوراني يهمني والحلقة اليوم التعديل الوزاري ليش طرح بهذا الوقت وذا أربط وذا يربط الضيوف الكرام مع الخلافات المستمرة مع الإطار التنسيق من قبل السيد السوداني صارت قريبا شهرين يعني أول شي الوزارات التي نتحدث عنها أو أنت تحدثت عنها هي وزارات ارتبطت أيضا ببعض الملفات يعني مثلا ملف السكك الحديد هاي وزارة النقل سلطة الحديد الموانئ وزارة الطيران يعني هاي من الملفات الشائكة التي يتحدث عنها السيد السوداني في أكثر من المناسبة وزار سلطة الطيران المدني وصار هناك عملية معالجات وحتى حديث عن مثلا تطوير الملتحتية لمطار بغداد الدولي والحديث أيضا عن استضافة العراق للقمة العربية كل هذه المتطلبات التي يريدها رئيس الوزراء لكن وزير المقل أكو دواعي لتغييرها بس باقي الوزراء ليش؟ يعني وكأنها ما هي إشارة أو ضغط رئيس الوزراء دكتور منافق قبل شوية وزير الموارد ليش؟ وزير الزراع رئيس الوزراء رئيس الوزراء لم يكن حرا في اختيار كابنته الوزارية هاي حقيقة كون رئيس وزراء في العراق ليس حرا في اختيار كابنته الوزارية يقدم عليه يقدم له ثلاثة أسماء هو يختار اسم وقد يكون حتى في اختيار هذا الاسم تعارض مع الكتلة السياسية في عملية إيراد هذا الاسم صحيح المادة 78 و 80 تتحدث عن أن رئيس وزراء مسؤول تنفيذي يقدم طلب الاستقال أنا باعتقاد رئيس الوزراء السيد والسداني عليه أن يقدم هذه الملفة لكي لا يكون هناك من يتحدث بأن هذا الأمر مرتبط بملفات سياسية تتعلق بالتنصط على سبيل المثال أو سرقة القرن والاتهامات المتبادلة والحديث عن انتخابات مبكرة واستقالة الحكومة من إلى هذه النموة دخلت حدث وياب دكتور أنا توقع يجب أن نتحدث إمكانية هذا التعديل هسا النوايا خلاص ما لنا علاقة الإمكانية في ظل المعطيات اللي موجودة وزير النقل اللي تابع البدر وزير الزراعة اللي تابع دولة القانون ووزير الموارد اللي تابع للسيد عامري الفائز إمكانية تغييرهما سحنا جاء نتحدث وجاء نربط الموضوع برئيس البرلمان التابع من السحقاق المكون السني وصار إنه تسعة تشر بسبب تدخلات بسبب نوايا وما إلى ذلك الشور رح أجي أغير وزير تابع لكتلة سياسية إلها نفوذها إلها سطوتها إلها قراراتها إلها حجمها داخل البرلمان إمكانية هذا التغيير يعني تشوفها ممكنة أول شيء التغيير الوزاري اللي يقدم رئيس وزراء مسبب بمعنى عندما يذهب إلى السلطة التشريعية سوف يوزع إلى جميع الشركاء والقوى السياسية هذه واحدة إثنيا أنت تريد تتحدث عن تعديل وزاري يجب أن يكون هناك رضا وقبول من قبل كل الأطراف السياسية وقلت قبل قليل نحن نتحدث عن ائتلاف إدارة الدولة صح حكومة الإطار التنسقي شكلت حكومة أو أعطت رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا استناد النص المادة 76 للسيد السوداني لكن جميع القوى السياسية اليوم اللي نتحدث عنها واللي تحدثت عنها وزير النقل أو وزير الزراعة أو وزير الموارد الماية هي لديها أيضا تصويت في داخل الجهات الصف الأول في الإطار التنسقي هي التي يمكن من خلالها أن نتحدث عن مدى المقبولية أو مدى القناعة في عملية تغيير هذه الأسماء ومن سوف يقدم أسماء جديدة يعني هنا رئيس وزراء فقط هو راح يقيل لنفس الكتلة السياسية هي تدفع بأسماء أخرى جديدة ويختار رئيس وزراء هاي هي المعادلة لذلك راح يقدم الأسماء أسماء الوزراء اللي يستحقون حسب المعطيات اللي عنده اللي من المفترضين يتم استبدالهم من اللي راح يجيب البدائل إلى حرية واختيار مطلق السيد السوداني لو هم راح يرجع للكتل لا لا ليس للسيد السوداني أي حرية في اختيار وزراء والدليل على ذلك مسألة تشكيل لحكومة السيد السوداني المشكلة اليوم سوف تتكرر لأنها سوف تعود مرة ثانية إلى حديث عن الاستحقاقات الانتخابية إذا كانت وزارة النقل لبدر فبدر هي مسؤولة عن ترشيح اسم أو اسمين لإدارة هذا إذا كان هناك حديث أو قناعة تولت قناعة في داخل السلطة التشريعية لقالة الوزير لأن هنا نتحدث عن استضافة واستجواب ومن ثم الحديث هناك المادة واحد وستين رسمت طبيعة عملية كيف يتم تتم إجراءات يعني استقالة الوزراء أو قد يكون هناك ضغط يمارس من قبل طيب يعني بدر أو من قبل بعض الكتل اللي هي رح يشملها التعديل الوزاري بأن الوزير هو يقدم استقالة على مد لا يدخل في إطار الحديث عن الاستضافة أو الاستجواب أو تقديم الأسئلة والسجالات السياسية مع ذلك أنا أتوقع أقول الفترة حرجة المدة حرجة نحن في نهاية هذه السنة وبداية السنة القادمة فليس من المنطق أو من معقول بأن البرلمان قد ينسجم مع رؤية رئيس الحكومة في عملية التعديلات الوزارية قد يكون هو الذي يقدمها ولكن لا تحظى بمقبولية من القوة السياسية كون أن الحكومة جاءت وفق استحقاق انتخابي ووصلت دكتور وتقاسم على مستوى جانب طائفي وقومي ومذهبي في إطار خلي انتقل السيد عادل وأسألك إذا مضى السيد السوداني بهذا التعديل تعديل الوزاري تعتقد هذا الموضوع راح يعمق الخلافات أكثر ما بين السيد السوداني والإطار التنسيقي هو يقينا بعض أطراف الإطار التنسيقي في خلاف مع السيد السوداني وبدأ واضح بشكل علني كيفية الخطاب وكيفية تبث الأخبار والمواقف هذا واضح ولكن أنا أرجح كفة عدم التعديل لسبب ثالث أنا انطيتك سببين الأول اشتراط رئيس الوزراء برئيس مجلس نواب جديد والثاني عدم التوافق السياسي الثالث إذا مريض نكون عمليين أكثر ونقرأ الوضع بشكل أداق شوف إحنا مثلا هل يطال هذا التعديل الوزراء الكورت مثلا عدنا وزارة المالية أخوه وأشاد بها بكلمته وعدنا وزارة الإسكان اللي بقيادة سيد بنكي وصاحب رؤية الفك الاختناقات ودولة ما ممكن أن يطالهم بمعنى الكورت بمنأة عن التعديل الوزاري نجي للأخوة السنة يعني هنا هسهم لازم نجي نقسم إذا طلع وزير من المكون الشيعي لازم يطلع وزير يبعد وزير من المكون حتى هنا لازم نمشي على المحاصصة هو أنا جايك أحسنت أنا جايك ولهذا المكون السني الآن في أزمة يعني وماذا يقبلون يحلون الأزمة يعني كانت مثلا موقف سيد خميس الخنجار في كتلة السيادة حقيقة كان موقف جميل إنه أن يتخلى عن ما يعتقد به وما يطمح إليه في أنه أن يتماشى لإنقاذ هذه الأزمة والوصول إلى بر الأمان فبالتالي أصدروا بيان أمو عزيم بترشيح المشهداني أحسنت ولكن الحلبوسي اللي خليني أقول قلب دقلي كان مرشح المشهداني قبل قبل أيام اليوم باتن وماليد المشهداني ليش لأنه الأخوة قبلوا به هذا يفضي إلى ماذا يفضي إلى عدم توافق يزيد المشهد تعقيدا ولهذا أقول على أنه ما ممكن السيد السوداني أن يذهب للمساس بأي وزارة لأخوتنا المكون السني خشية من أن تتفاقم الأزمة رحنا بقنا على المكون الشيعي المكون الشيعي أيضا عند بعض وزارات عندنا بعض الكتل السياسية اللي هو رئيس الكتلة هو وزير مثلا وزارة العمل والشؤون الاجتماعي لا يمكن أن يغيرها لأنه سترجع عن نفس الكتلة والكتلة هو رئيس هو وزير ولهذا أجد من الصعوبة بمكان أجد وزير 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 ما لم يكن هناك تسوية للمواقف الحالية الآن وهذه نقطة بتقديري جدا مهمة لماذا نعتبر الموضوع السياسي دكتور صاد عادي لماذا نعتبر الموضوع السياسي خلينا بعد عن جنب السياسي وخلينا نتحدث حتى لو لم يكن إمكانية لهذا التعديل بالتالي هناك تقييم لعمل الوزراء وأنت حضرتك أكدت بأنه على رأس القائمة وزير النقل حتى لو لم يكن إمكانية لإبعاد أستاذ علي على أقل تقدير وصل لرسالة بأنه أنت على رأس لا لا أستاذ علي أنا ماذا أتحدث عن شخص السيد السوداني أو يعني عنوانك رئيس زالة لا أنا أتحدث عن الكتل السياسية الضاغطة على السوداني يعني الآن السوداني ينطبق عليه القول العربي الشهير ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء هذه المشكلة اليوم الكتل السياسية طوقت السوداني من أن يذهب لتطبيق ما يعتقد به من قناعات في كفاءة هذا الوزير من دونها في استحقاق هذا الوزير أن يبقى من أن لا يبقى هذه مشكلة طبعا هذه راح يدخلنا في إيتون صراعات حقيقة لا يحمد عقباها وأنا قلت وأتمنى أنه أن لا يصدق أو تصدق رؤيتي أقول أنا أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له الضرام إذا ما تنحل قضية التعديل الوزاري حقيقة بعض الوزراء يعني أخفقوا إخفاقا شديدا إذا ما راجعنا ببداية تسنمهم للوزارة هو أن يصل بنا الأمر ووزارة النقل إذا تسمح لي إذا تسمح لي خلينا نتقل للدكتور مناف حتى قسم الوقت بالتساوي الدكتور مناف يعني رغم كل شي بس حضرتك لما تجي تتابع وشوف المشهد ما تشوف أنه السيد السوداني على أقل تقدير يمتلك توجه خاص بي يمتلك إرادة خاصة بي هو اليوم ديواجه انقلاب من القوى اللي جاءت بي وحضرتك شفت يمكن كمية المضايقات اللي تعرض لها وخلق الأزمات اللي تعرضت الحكومة لها بصورة عامة الحكومة نقدر حاليا نسميها ونطلق عليها حكومة الإطار التنسيقي حاليا يعني بالنتيجة حكومة الإطار التنسيقي ما ممكن تقول عليها يعني الحكومة أولا مفقط رئيس وزراء يعني رئيس وزراء وكابينة وزارية كامل لكن يعني أعود إلى نفس الإشكالية أستاذ علي يعني إحنا وأنا بالذات حددنا من البداية قدنا أن الذهاب أو التمسك أو الإصرار على الذهاب على حكومة محاسسة معناها عملية فشل إحنا يعني تنسينا تقول ماكو حكومة صارت بدون محاسسة ماكو حكومة صارت باختيار رئيس وزراء طيب ماهذن الحكومات فشلا في عملهم ذن الحكومات أدى إلى حدوث تظاهرات تشرين والتي أحدثت انقلابا حقيقيا في المشهد السياسي العراقي ماكو بديل دكتور والتي أجبرت الكتل السياسي اليوم على التراجع لا أكو بدلام وماكو بديل نطيني بديل لكن نطيني بديل لنظام المحاسسة واسمحني قاطعك ما أقدر لازم قاطعك ليه موضوع مهم نطيني بديل على هذا النظام لا لا هو يعني البديل يعني هناك أنت أمام خيارين ربما أحلاهم أمور كما يقال يا أما انهيار النظام بالنتيجة إذا أنت تصر على الفساد تصر على المحاسسة تصر على الاستحواذ الحزبي تصر على الجسمة وذني كلنا بالنتيجة يعني بتشكيلتين ذني ما يقدن إلى توافق لأن بالنتيجة العمل مو للمصلحة الوطنية العمل لمصلحة زعامات وأحزاب وبالتالي لا يمكن النجاح بأي شكل من أشكال مستحيل إذا ما أراد هذه الكتل السياسية المحافظة على هذا النظام لابد أن تقدم تضحيات وربما من أولى هذه التضحيات هو التحول التحول في العراف السياسية التحول في شكل النظام حاول حاول السيد مقتدر الصدر اللي عنده كتلة نيابية متمثلة تقريباً بـ 85 نائب وما قدروا انسحب يعني بالنتيجة حاول على الأقل أن نحافظ على اسم السيد مقتدر الصدر اسم والده اسم التار الصدري وبالتالي اليوم هو الجمهور جايفرز يعني يفرز هل أن هذه الأحداث هي أحداث بمصلحة المواطن اليوم هل نعيش يعني أنت ترساد علي المشكلة أن هناك مجموعة من التحديات يعني أننا ندخل بصراعات داخلية وأننا نغلس أو نجاهل أن هناك مثلاً إشكالية تنخفاض سعر النفط وما سوف يؤدي إلى إشكالية حقيقية نغلس على يعني عدم وجود تقدم في الكثير من القضايا الأساسية والرئيسية وأنا أتحدث أقول اليوم حكومة الإنجازات التي تتحدثون عنها استطاعت أن توفر ماء صالح لشرف إلى أهلنا وأخواننا في المصر بكل هذا الصرف وبكل هذه البروبغاندة وبكل هذه الدعاية وبكل هذا التحشيد الإعلامي وبكل هذا الصرف يعني الأموال التي صرفت على المواقع التواصل وعلى الفاشستات وعلى بعض الإعلاميين وعلى بعض الأقلام لو صرفت على تحسين الماء في المصر وكان أفضل وكان نتائجها أفضل بالنتيجة حتى اليوم لحد هذه اللحظة ما زلنا نعيش في ظل فكر النظام السابق يعني التمسك بالسلطة التمسك لكن يا دكتور ما أحد ينكر دكتور ما أحد ينكر بأنه أفضل فترة إذا تسمح لي دكتور وصلنا إلى إلى التصنط يعني التصنط اليوم يعني بلد ديمقراطي أفضل فترة مرت على العراق هي حكومة السوداني حكم السوداني هاي الفترة هاي سنتين استقرار أمني نوعا ما استقرار اقتصادي أكو خدمات حسب بغداد بيها حركة عمار قوية ميناء الفاو عندك أكو مشاريع استراتيجية بس يحتاج الموضوع إلى وقت يعني ثقة بين الشارع بيمن بالمتظاهرين البارحة اللي ضربوهم وصعقوا عليهم بالقنادر شون عادت الثقة بيمن عادت بالسرقات اللي ما حدثت من ألف وثلاثل لليوم بالمغانم الموزعة على الأحزاب بالتجاهل الموجود هذا واقعنا يا دكتور هذا واقعنا يا دكتور هذا واقعنا أحنا اللي جاي نتحدث لي بأنه أكو إرادة حكومية لتغيير هذا الوضع أكون قلاب من قبل الكتل السياسية على هذه الحكومة سوي استطلاع للشارع سوي استطلاع للشارع هناك رضا وقبول من قبل الشارع أخي سوي استطلاع للشارع ورأت في بينه يا أستاذ عادل أنا ابن الشارع أنا ابن الشارع الشارع أصلا ساخط على أكثر من الموجود علي من راضي مجاقلك تطيني سبب للرضا الرضا أعلامي مدفوع الثمن مدفوع لقنوات اليوم بدأت تتاجم أخوة هذا الرضا انتهت صاد عادل راضي هم مدفوع الثمن يا دكتور مناف هسا ضي أخي أنا راضي شاه أحنويا يا سيد مناف على كيف أخي أنا ساي هم ما نتشرين قبل ونرجع نتعارك بالشاشة يا أخوي أكو شاهسا احنا منين احنا موم بالشارع ونمشي ونسولي في العالم هناك مقبولية للحكومة مختلفة عن المقبولية والحكومات السابقة المقبولية على شنو على شنو المقبولية على شنو يا أخي رجل إنت تقول عليها مقيد رجل ألزم روحه بأشكاليات الرضا على شنو على هذا المتسلين للقناة لا مقيد في حالة مقيد في حالة ولكن حكومة لا صلاحيات في أستاذ منها فالله يخليك مقيد في قضية إبدال وزارة هذا الوزير ما يريد غيرها هذا بحث آخر أما إمكانية الحكومة في قضية مشروع فك الاختناقات المرورية هذا جانب في قضية البطالة وما عملتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جانب آخر حتى في قوية الكارباء اللي تحدث عنها وهي شبعهم كتل الميان إستاذ عادل دولار شبعهم كتل الميان مو عب عب احنا بحكومة دكتاطورية شنو 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 أخوك برحل إستاذ عادل ماذا ساعدل نافع لك شنو إستاذ عادل إذا تحب أن تفعل حكومة خليني هدأ حتى ما قسم الوقت دكتور مناف ارتاح شرب ماء دكتور خالد رضا على ضرب المتظاهرين دكتور مناف قبل شوية أنت ذكرت بأن أحترم آراء الجميع دعنا نتحدث ضمن احترام الآراء ونقاشها بهدوء دكتور مناف إذا سمحت خلي أنتقل دكتور خالد وأسألك هنا عن أصل الخلاف اللي جاء نتحدث به تقريبا صار النقل من ساعة ما بين السيد السوداني وما بين الإطار التنسيقي تعتقد حضرتك بأن الإطار التنسيقي ناقم على السيد السوداني بسبب أداءة أو بسبب مثلا الإنجازات التي عددها يوم أمس على أقل تقدير أو المشاريع التي قام بها خلال الفترة الماضية أول شيء من المتعارف عليه بأنه أي رئيس وزراء ينجز أو يقدم أعمال أو هناك بعض المؤشرات التحسن بينه بين النظام السياسي العراقي وبين المواطن العراقي نجد بأن القوة السياسية قد لا ترحب به كثيرا وتفكر بأنه سوف يصبح منافسا لها في إطار الانتخابات وهذا ما لاحظناه كثيرا في إطار الدورات السابقة لرؤساء وزراء بدأ منذ 2010 ولحد هذه اللحظة عندما استيذر أو ترأس السيد السوداني رئاسة هذه الحكومة وهذه الحكومة جاءت وفق معادلة صعبة جدا كنا يتذكرها في إطار صدامات دامية في داخل منطقة الحضراء وكانت هناك أن تعصف بالسلم الأهلي والسلم المشتبعي علينا أن نتحدث بأن رئيس مجلس وزراء اليوم يريد أن يتحدث عن معادلات جديدة تصحيحية يساهم بها الجميع وتخدم المواطن العراقي أينما وجده وإنما كثيرا لكن النظام السياسي قائم على المحاصصة سيسمحها بهذا الشيء لسيد السوداني؟ لا بالتأكيد يعني صعوبة جدا لكن عندما نتحدث عن بناء مقدرات أساسية في إطار سحب منظومة عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات وعن معادلة التغيير في تداول سلم للسلطة استناد النصر الخمسة وستة من الدستور فهذا الشيء المرجوء يعني أنت تتحدث عن بعض المشاريع وتحسين الخدمات في إطار استقرار أمني في إطار حديث عن معادلات تصحيحية كثيرة في إطار مجالس محافظات تنتج وتقدم خدمات للمواطن في إطار مسألة البرامج وانعكاساتها على خدمة المواطن في إطار التحول من مؤشرات السلطة الحاكمة إلى مؤشرات السلطة الخادمة أن نتوقع هذا هو التحسن الذي نتحدث عنه لكن أنت من تسألني هل أن الواقع الجديد الذي سوف يأتي سوف لا نتحدث عن هذا التقاسم وهذا العرف السياسي الذي نخر جسد النظام السياسي بعد 2003 أن نتوقع من الصعوبة جدا إلا إذا استشعر المواطن بأن الرغبة الأساسية في عملية التغيير هو يأتي بصوته ويشارك بفعالية ليس في إطار فعاليات 2018 و2021 دعونا نفترض جدا بأنه الإمكانية توفرت للتعديل الوزاري وبلش السيد السوداني من وزير النقل طيب هذه الوزارة بهذه الفترة عليها أهواء ملفات مثلا السكك الحديد وشركة الموانئ بصورة عامة طبعا هذا اللي يهم المواطن هو مو فقط استبدال الوزير بوزير آخر مرشح من قبل الكتلة اشراح يلي هذا التعديل رح يتم محاسبة هذا الوزير على الفترة وعندنا مثلا إحسان عبدالجبال خيط دليل لحد الآن عليه أمر القاقب وظهر ما حد يعرف وينه حساني أبدل مجرد أبدل له المفروض محاسبة قبل التبديل والاستبدال لا لا أستاذ علي أنت من تريد تحدث عن قالة وزراء فبالتأكيد هنا نتحدث عن نص المادة واحد وستين أنا قد قليل قلت لها لكن هي الاستضافة الاستجواب فتح الملفات عرضها أعطاه للجوان البرلمانية لكن أنت تسألني الوضع السياسي العراقي مهيئ إلى مثل هذا الأمور في إطار اليوم الذي نتحدث عن صراع سياسي قوي جدا ما بين القوى السياسية سوى كانت بداخل الإطار أو في اتلاف إدارة الدولة نفسها لذلك أن نتوقع اليوم مسألة الحديث عن مثل هذه الأمور هي تدخل في إطوة أمور التزمت بها الحكومة في إطار محاربة الفساد اليوم هيئة النزاهة والصراع الذي حدثه ومؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة النزاهة السياسي القاضي كيف وجدناه وكيف وضحناه وكيف كان هناك حديث عن أن هناك من يستهدف هذه الهيئة المستقلة التي وصفها الدستور العراقي بالاستقلالية فلذلك أن نتوقع أن نحتاج اليوم إلى مكاشفة حقيقية والعملية نقد بناء هذا النقد البناء يفدي إلى عملية تصحيح هذا الخلل البنيوي بالطريقة التي نهتم بها ونعطي صورة حقيقية للمواطن العراقي في تمسك بالنظام السياسي وفي ممارسة الديمقراطية والانتخابات والدداول السلمي للسلطة أما غير ذلك فأن المؤشرات تكون خاطئة وسيئة وبالتأكيد لا تعطي صورة إلى التغيير وإلى الإصلاح ولا بناء دولة المؤسسات والمواطن والدولة المدنية التي دائماً المواطن يريد أن يتحدث عنها طيب أستاذ عادر خير نسألك ما السبيل لإعادة السيد السوداني تحت قبة الإطار التنسيقي ما قبة البرلمان شلون ما سمعت ما السبيل لإعادة السيد السوداني تحت قبة الإطار التنسيقي لا لا كان الجواب الذي يجب أن يتمعن به كلمة السيد المالكي إذي كانت كلمة مقتضبة شافية ووافية تعبر عن العلاقة وسير العلاقة يعني العلاقة السياسية أقصد سير العلاقة ورؤية الإطار التنسيقي للحكومة وكيف تتعامل معها كانت واضحة في كلمة السيد المالكين يدفعون بمساندة ومؤازرة الحكومة للمضي بمشروحها ولكن هو من الطبيعي مثل ما إحنا كمراقبين للشأن السياسي نهمش ونؤشر الكثير من القضايا القادة السياسيين أيضا يهمشون ويؤشرون ولكن دعني أقول مواصل خلاف بين السيد المالكي والسيد السوداني بس نحن نتحدث عن الإطار لا 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 أنا أكد لك لا أعش لك بيسار أنا شخصيا أكد ترى الموضوع كل شيء عاد أنا شخصيا أكد لك ماكو خلاف ماكو خلاف والأسبوع الفاء هذا الأسبوع الماضي يعني إحنا اليوم ثنين هاي الأيام الخمسة الماضية التقينا أنا شخصيا بمجموعة من قيادات الإطار التنسيقي كلهم على أحده الحقيقة أجمع والكل مجمع على أنه يمضون بدعم الحكومة وفي قضية التنسط والتجسس ننتظر قول القضاء وليس لنا قول إلا قول القضاء ولكن دعني أقول في عنوان حلقتك اللي إذا تناقش بها التعديل الوزاري أعتقد التعديل الوزاري لا يتم إلا عن طريقة واحدة اللي هي الاستجواب داخل مجلس النواب العراقي ومجلس النواب يعلن رأي بهذا الوزير يعني كما حصل مثلا معه شيار زيباري بالإقالة بعدم قناع هذا ترحيل واضح كل شيء أعتقد هذا سيئ هذا ترحيل واضح لحل أصل وجذر المشكلة رحلة من داخل الكتل السياسية إلى البرلمان العراقي وما سوينا شيء أنا بتقديري هو هذا الحل الأمثل لن نتحدث عن محاصصة وكيف إبدالها طيب لحمز النواب يأخذ دورة في الرقابة أي أنطي بس دقيقة الدكتور ونمضي بهذا أنطي دقيقة دكتور ما نفقه بالختام دكتور شو وقت يرجع التيار التيار الصدري يعني ما سمعت السؤال بشكل واضح بس أقول يعني التيار الصدري أمتى راجع كلمة هذا السؤال دكتور معام التيار الصدري أمتى رح يرجع لا أقول السيد المالكي طالب بتنفيذ البرنامج الحكومي والذهاب إلى انتخابات مبكرة باعتبار أن هذا هذا هي أحد فقرات البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه في الانتخابات وأعتقد يعني أن هذا المطلب هو يمثل حلا حقيقيا للإشكاليات الموجودة التي نتحدث عنها أما عود التيار الصدري بالتأكيد إذا أراد التيار الصدري يعود يعود في الانتخابات القادمة يعني راجع بالانتخابات القادمة سأقول إذا أراد بعد ما قلت راجع زين هو يريد حسب رؤيتك يعني أعتقد أن هناك الكثير من القضايا ربما قد تسبق هذا الموضوع السيد الصدر تعرف لدي مشروع إصلاحي عودت إلى المشاركة بالانتخابات يريد أن تكون ضامنة لتنفيذ هذا المشروع الإصلاحي يريد أن تكون هناك تغييرات حقيقية وأن تكون هناك توافقا حقيقيا أو قبول من بقية الكتل السياسية الأخرى بتنفيذ هذا البرنامج إذا حدث هذا الموضوع يعني أعتقد أن هناك يعني قياس كبير أو نسبة كبيرة من أن التارصة قد يشارك في الانتخابات القادمة دكتور مناف الموسى ورئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك دكتور مناف دكتور خالد عبدالله أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا حضرتك غضبة لله يعني غضبة للشعب إذا سمحت لي أنا أعتذر من أستاذ عادل ومنك يعني لا بالعكس يعني الغضبة كانت لله لله بالدامة لله فما كوية مشكلة أنا أعتذر أنا أخوه متعودين على غضبات السيد متعودين على غضبات السيد عزيزي أخ عزيز متعودين على غضباتك شكرا لحضرتك شكرا جزيلا ضيوف الكلام شكرا مشاهدينا الكرام نلتقيكم يوم غد بحلقة وملف جديد إلى اللقاء